في حدث غير مسبوك حيجذب الأنظار عالميا الروبوت الفنانة آيدا اللي بتعتبر أول إنسان آلي بيعمل بالزكاء الاصطناعي وبيتقن الرسم بتستعد إنها تدخل التاريخ عبر عرض إحدى لوحتها في أحد دور المزيدات العالمية والمقدر إن اللوحة دي توصل لمتين ألف دولار والمبلغ مؤهل للزيادة كمان عشان يكون الحدث الأول منه تدفع أنت متين ألف دولار؟ فائدة طب يعني إحنا بنشوف ده يمكن في مواقع بتصمم حاجات بالزكاء الاصطناعي وبتصمم كمان فيديوهات بالزكاء الاصطناعي ومش غريب على الموضوع إن هم يعملوا ده لكن الغريب على الموضوع إن هم يتم الترويج له ويدباع ومزادات وإن هو يبقى خلاص يبقى أمر واقع ومقبول إن الإبداع تكنولوجي رغم إن الإبداع طبيعة إنسانية خالصة رغم إن الإبداع ده شيء ربنا إدى للإنسان من ملايين السنين موجود على كوكب الأرض وبطبيعة الحالة الأمر ده مش هيبقى الأخير اللي حيعلنه فيه دخول عصر الذكاء الاصطناعي دخول عصر بيهدد فيه هذا الذكاء الاصطناعي الإبداع البشري وبينفسه وبيعلم بداية أو بيكتب بداية العصر الجديد بتسيطر فيه تكنولوجيا على عالم الإبداع خلينا نعرف فين المهندس محمد عزام خبيب تكنولوجيا المعلومات تفاصيل هذا الأمر حيوصلنا لفين تحديداً وحيودينا لفين وخصوصاً فيما أتعلق بمساحات الإبداع بمساحات الأدب بمساحات الكتابة المساحات اللي لطالما تميز فيها الإنسان واختلف عن يعني أقرانه من الكائنات المشرعية أهلاً بحركة ماشبان صباح الخير على حضراتكم صباح الخير على مشاهدين حضراتكم أهلاً بحضرتك فاند الإبداع مساحة إنسانية خالصة والإبداع ربنا سبحانه وتعالى يعني منح به الإنسان أو منحه للإنسان علشان يتميز به عن باقي الكائنات طول عمر الآلات بتعمل الحاجات اللي ما فيهاش إبداع الأرقام المشعرف حتى لما دخلت مجالي الطب بقوله أن هي برضو بتعمل حاجات دقيقة إلى أين يأخذنا الزكاء الاصطناعي بعد ما بقى فيه روبوت بيرسم لوحاته بتتبع في مزادات يأخذنا إلى عالم جديد حقيقة لسه ما معرفوش خلينا نقول أن الفنون الرقمية حتى حلو نكلم 200 ألف دولار فيه لوحة تباعت ب65 مليون دولار بسمها واتباعت وصلت قصة للمزادات ودي لوحة رقمية فالعالم بيعاد تشكيله إحنا قدام عالم جديد بمحددات جديدة لازم نستوعبها علشان ما نقدرش ناخد ما كان يطبق في الماضي إلى هذا المستقبل المختلف تماماً الزكاء الاصطناعي بيؤسس العالم جديد شئنا أم لم نشأ بيحط معايير جديدة شئنا أم لم نشأ بيحطنا قدام تحديات جديدة ما نعرفهاش فإحنا لازم نفكر فيها بطريقة جديدة الإبداع والابتكار طبعاً هو جزء كبير جداً أو الأساس فيه هو العامل البشري إنما مع تطور خارزمات الزكاء الاصطناعي والزكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو قدر يتعامل مع بيانات عملاقة حب نكلم حجم البيانات في العالم 120 زيتا بايت الزيتا البيت الواحدة 10 قصة 21 يعني تريليون مليار جيجا بايت حاجة مهولة جداً الآلة هي القادرة على تجميع زي البيانات وتحليلها وربطها عشان تطلع لي منتج جديد لحظية فإحنا بنتكلم على الفنانة أيضاً فإحنا بنتكلم على روبوت بيقدر يشوف عن طريق كاميرات الكاميرات دي بتلقوا صورة صورة للسوديو مثلاً بتاخدها تحللها وبناء على المعلومات اللي عندها بتقدر تطلع لها منتج جديد تمام فإحنا قدام ابتكار جديد وإبداع جديد الآلة هي فيها الأساس ودوت حيخلينا يا باش مهندس إبداعي إزاي بس هترسم شمس غير للناس هترسمها هتاخد بعد فكري يعني ما عندهاش فكرة توصلها في الصورة فنقول الفكرة مختلفة الفكرة دي بتبقى من عندنا إحنا الإنسان مصطفى طول الإنترو بيكلم عن أن اللي بيميز الإنسان عن بقي يعني الكائنات هي الإبداع يمكن اللي بيميز الإنسان عن إنسان تاني هو الإبداع دي حقيقة بس هي في الآخر إحنا عندنا آلات النهاردة إحنا بنؤسس لعصر ما يطلق عليها سوبر إتليجنس فنومنا أو عصر أو ظاهرة الزكاء الخارق إن الآلة بتقدر تاخد القرار وتقدر نتنفزه ودوة حتى بيحطنا قدام تحدي جديد حقيقة لمفهوم الملكية الفكرية وإمكاننا نقشنا يعني إمكاننا أنا قليل الشرف نكون عضو مجلس على الثقافة ونقشنا الكلام ده في ما هي تعريف الملكية الفكرية في هذا العصر الجديد إحنا قدام هذا الوضع والوضع دوة هو وضع جديد غريب على البشرية بنشوفه الأول مرة الآلة بتقدر تاخد النهاردة القرار بتقدر أن هي بناء على المعلومات طلع لنا حاجة جديدة آه هي المعلومات المبنية بناء على الخبرات البشرية اللي موجودة إنما هي بتطلع حاجة جديدة خلص حضرك تقدر تتجربي حتى بنفسك تخش على أي أداء من أدوات الزكاة الصناعية وتكلميها وتقول لها أنا عايزة أرسم سورة المصر القديمة باللسال بتاع سلفدور دا ما نتفكر بنحلي عصايمت المدرسة إزاي كلها بالإيهاي دلوقت طبعا يعني قدر أقول والله تعالى ارسم لي صورة لتخيل مصر القديمة من خمس آلاف سنة بس ارسمها لي بالسايل دا فينشي أو سرها لي بالسايل بتاع سنجدور دالي لأ وفي عمل فيديو كمان دلوقت أي بس حريك خدت بالك حريك قلت إيه بسايل دا فينشي البرينت أو البصمة ببصمة شخص هنقول بقى بعد 15-20 سنة بسايل وبصمة أيدا طبعا حيبقى لها البرينت بتاعها طبعا إنها افتراكم معرفي بيتم تحليله بيتم اختزاله وبيتم التعامل معاه لشان طلال لها حياة جديدة طب وعلى كده في قطع موسيقية تم تألفها من أيضا روبوتات أو حواسب تعتمد على ذكاء للصناعي؟ كتير جيت حضرتك بقت الأدوات سهل قوي كمان كل الأغاني اللي احنا بنشوفها مطلق عليه أغاني المهرجانات 90% منها بيتم عن طريق خارزمات زكاة للصناعي بخش أقول له والله قادي النص حطيلي عليه لحظة أغير فيه شوية تحول إلى لحظة فعلا فعلا إحنا عملنا نادوة في الموضوع الضحية برضو في دار الأوبرا المصريات كلمنا على الموسيقى في عصر الزكاة للصناعي العالم جديد مش هنعرف نقف بنفس المفهين القديم في الأكديمية الفنون طيب؟ كل حاجة ما هو أصل؟ هو الإبداع زي ما قلت الحاجة هو يعني ميزة بشرية خالصة وفي النهاية يعني فيه مدارس فنية والتذوق هذه المدارس الفنية بعتمد على يعني كينونة الإنسان ومدخلاته اللي بتطلع مخرجاته فالزيوس بحاذا الأمر يعني صناعي هو مش هيطلع صناعي بنصب بنية في المية حقيقة وعلشان كده احنا بنتكلم على خارزمات زكاة الصناعي أو أدوات زكاة الصناعي هتبقى مساعد للبشر بشكل كبير مساعد زكي جدا للبشر علشان يرفع إمكانياته ويرفع درجات إنتاجياته ويرفع قدرته حتى على الإبداع بشكل مختلف فبالتالي احنا قدام وضعية حقيقة لسه كلنا بيحصل لنا استكشاف لهذه الوضعية الجديدة علشان نبقى قادرين ان احنا نتعامل مع هذه الأدوات بطريقة مختلفة وحتبقى دايما فيه صراع بالمدرستين المدرسة التقليدية والمدرسة الأقصر تطورها ومفتاحا على هذه الأدوات الجديدة وفي الآخر التكنولوجيا هتفرض أدواتها وتفرض نمزج أعمالها علينا شيء لا أملمناش فاحنا محتاجين نبقى مستعدين لهذا العصر الجديد أن الآلة اللي هي هدور كبير جدا الآلة فيها قدرة رهيبة على السرعة والإتقان والابتكار حاليا فلازم استغله علشان أبتكر أسرع وأبتكر بطريقة مختلفة وطبعا ده قد يؤثر من السلبيات اللي احنا ممكن نتخيلها طبعا سوف يؤثر على قدرتنا لابتكار حاجات كتيرة جديدة نتيجة اعتمدنا على هذه الألات هيزيد بالوقت احنا بنشوفها في الطلبة بتوعنا في الجامعة بنشوفها في حاجات كتيرة جدا وحنا النهاردة بنقولهم احنا استخدموا هذه الأدوات بس أنا محتاج أنت تفكر بتفكير نقدي وتفكير إبداي علشان نقدر بناء على هذه المعلومات أنا عوز برضو رؤيتك وبصمتك الشخصية فنفس الحكاية هيتم في الفن برضو ده بيحصل يا باش مهندس يعني لما في الكوليات الأدبية اللي بتبقى قائمة على فكرة أن الولاد أو الشباب يعني بيبقى عندهم مجال الإبداع أو أنهم يكتبوا حاجة أو حتى في الدراسة المختلفة بيبقى عندهم أنهم مثلا بياخدوا عناصر وبيعملوا هما نهايات للستوري أو للأي إن كان بقى اللي بيكتبوا يعني لما بيستخدموا الزكاء الاصطناعي عشان يطلع نهايات مختلفة فكل واحد بيحط العناصر برضو من عنده يعني في الأول أو في الآخر برضو الإنسان حيفضل مشتبك مع الإي آي في أنه هو عشان يطلع الأنت بروديكت أو يطلع المنتج النهائي موافق تماما عشان كده بقول دايما وإيه اللي هتطلع ديه زي ديه زي ديه بالزبط الزكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة حاليا ليا علشان تزود الإنتاجها بتاعتي تزود قدرتي على الابتكار الأكتر والأوسع هتفتح لي مدارك جديدة هتفتح لي أو هتوريني زوايا أنا ممكن ما تكونش شايفها كبان أدا وهنا فكرة إن إبداعي هيختلف أنا مش محتاج بشكل كبير جدا نتيجة التراكم المعارفي على مدار عمر البشرية من ساعة جوتنبرج في منتصف القرن الخمسة عشر لغاية خارزمات الزكاءة للصناعية والزكاءة للصناعية التوليدي إن أنا يبقى عندي هذا التصور الكامل الآلة عندها نتيجة النهية عندها المعلومات إنما التوقع إن إحنا رحين فيه اتجاه إن الآلة سوف تاخد قرارات والآلة هي المصدر الرئيسي لتوليد المعرفة أسرع من البان آدم بالضبط زي لما كنت سخدمت الآلة عشان تحسب لي أسرع النهاردة الآلة بدأت تفكر لي أسرع نتيجة إنها عندها كل القدرة على إن أنا أبص على الكم المرعب من المعلومات والتراكم المعرفة على مدار سبع تمن كورون اللي فاتت وحللها واربطها مع بعض وش طلع لي منتج جديد خلينا خلينا نوصل لترجمة كلام حضرتك ده على أي ده هي إزاي تم تدريبها على الرسم إزاي قدر الفريق المكلف ببرمجتها إن هو يعني يدخل فيها مدارس الرسم من عصر النهضة لدفينشي لا مش عارف إيه وصولا للفنانين للمدارس التكعبية والتجريدية لغاية لما قدرت ترسم حكا زي كي ولا ده ما حصل شيء؟ يعني إذا كان الصناعي يتحطوا كل الكتب اللي تكلمت عن الأرت في السنين اللي فاتت بالضبط كده ودرب الآلة على إنها تفهم الكلام ده وتفهم إن ده دي مدرسة تكعبية ولا ده تجريدية ولا ده مدرسة حديثة ولا ده مدرسة كلاسكية ولا ده عصر نهضة أو غيره وبالتالي كل التدريب ده وقت بقى موجود لدى الآلة ويقدر يربط به ويقدر يفهم إن أنا لما أطلب منه طلع لي حاجة بالمدرسة التكعبية هو فاهم يعني إيه مدرسة تكعبية وطلحها بناء على فهمه لهذا الموضوع يا سلام وكمان أنا باخد الكلام ده بعيد تغزية الآلة في حالة تطور مستمر وحالة تدريب وتعلم مستمر للآلة بتتعلم والتطبيقات في الموضوع ده تطبيقات لا متنهية حين كالنهاردة هبنتكلم على فكرة طب وإن اللي حيفرق آلة عن آلة كده؟ قدرتها على جودة الخارزمات اللي بتشغل به معلش يعني ما هو أنا النهاردة اللي يفرق بني آدم عن بني آدم تربيته وتنشئته الاجتماعية والسلوكه النفسي وتعليمه وتعليمه والضغوط اللي حصلت عليه وصغية والعقد النفسية اللي مر بيها واللي مش عارف ايه كل ده بيطلع منتج إبداعي النهاردة لما تبقى آلة وجنبها آلة هم حيطلعوا نفس الرزلت أو نفس النتيجة لا مش حقيق نوعية الخارزمات وجودتها وقدرتها على التعامل مع البيانات وقدرتها على التعلم البيانات تختلف من مطور إلى مطور آخر فهي في الآخر هي برضو نفس الفكرة هي قدرة المطورين أن هم يطوروا حاجتهم بطريقة مختلفة عن مطورين آخرين هاي دي اللي هتخلي الآلة دي مختلفة عن الآلة دي ودي احنا بنشوفها حتى في برمجيات الخاصة بالزكاة للصناعة التوليد الجينرتف اي 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 في شركات عالمية كتيرة جدا شغالة في هذا الموضوع هتلاقي أن المنتج ده مختلف عن المنتج ده نتيجة برضو الخبرات المترقمة لدى المطورين في الشركة دي مختلف عن المطورين اللي موجودة في شركة أخرى حجم الاستثمار المحطوط هنا غير حجم الاستثمار المحطوط هنا فطبعا هيبقى فيه سباق بين مطورين هذه النوعية من خرزميات الزكاة الاصطناعي ويمكن دي فيها الاضافة بقى بتاع العامل البشري وفيها الاضافة بتاع جودة الفكر البشري وان ازاي اخضر ان انا اطور بالصمرار فانما في الآخر الالة هاي اللي تتعلم أسرع الالة هاي اللي هتبقى منتجة أسرع عشان كده انا كبنى قدم محتاج دايما ان انا اخلي لهذه الالة جزء من حياتي وجزء من ادواتي علشان استفيد بيها ان انا لو ما استفدتش بيها هتبقى فيه مشكلة بيني وبين الاخرين اللي بيستخدموا هذه الالة بطريقة اكثر جود طيب انا عارفة ان موضوع المساميات ده شيء بيشغل الناس قليلة جدا المهمة النتيجة يعني ولكن هل اللي فعلا ايضا بتعمله ده ده اسمه فن ولا ده اسمه منتج في الاخر يعني احنا مثلا عندنا شنطتين شنطة جلد طبيعي متصنعة بقيد فنان بيعملها الغلطة في الغرزة دي اصلا بتخلي البيس او القطعة مميزة جدا لكن لما بندخل شنطة اي ان كان بقى البراند واي ان كان سعرها واي ان كانت كده لكن بينتج منها عدد من الشنط اللي بيقى معي بيبقى مع زميبي وزميلتي وغيرها التفرد هو اللي بيعمل انه فن القايدة بتعمله ده فن ولا ده منتج وخلاص السؤال صعب جدا حقيقة في الاخر انا العميل الجديد هو جيل مختلف خالص بيبصوا الامور بطريقة مختلفة وبالتالي فكرة التفرد وفكرة ان دي حاجة هند ميد وبالتالي او مصنوعة يدويا فدي قمتها ان انا عملها صناعة يدويا مقابل الانتاج الغزير اللي هو برضو كان قائم على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير وهي الموضوع هنا نسبة جد ممكن انا اعتبرها انوافان وانوافان متطور جدا وممكن حد اخر يعتبرها ان هي مجرد حاجة مثل او عملنا برينت ايضا هتطلع من اللوحة دي عشر لوحات بالزبط فتفرد اللوحة ما بقاش موجود وبالتالي هي وجود شخصية للمطور وجود شخصية للفنان اللي هستخدم هذه النوعية من الادوات الجديدة هي اللي هتدي البصمة هترجعنا لفكرة التفرد او فكرة ان انا عندي قطع كتيرة جدا كلها الشبابات مش كده احنا شفنا اللوحة دي بتتباع بمئتين الف دولار فيه اللوحة رقمية هنا بتتباع بخمسة وستين مليون دولار وخصوصا ان تغير فكر المستقبل هنا احنا بتكلم على اجيال جديدة الاجيال دي كلها اجيال رقمية عايشة في هذا الموضوع الفن الرقمي بقى قمته مليارات الدولارات بيقام ليه متاحف رقمية بيقام ليه صلاة عرض رقمية بقى فيه الناس بتشتري بتحط حتى فلوسها في هذه اللوحات الرقمية باستخدام خارزمات زكاء الاصطناعي وعندهم التوكن اللي هو بيحتفظ بالقيمة بتاعة اللوحة دي او الفن الرقمي دي عشرات المليارات من الدولارات في السنة يمكن فوق 80-85 مليار دولار في السنة حجم هذا الاعمال فالعالم بيختلف والمستقبل اللي هنا بيختلف فبالتالي كل ما هو كان قادم من اجيال مش رقمية بالنسبة 100% الاجيال الرقمية بتشوفها بطريقة تاني وبالتالي هنعتبرها فن ممكن انا اعتبرها انها حاجة صماء نتيجة انها جاية من الالة ممكن انها في الاخر اللي بيحكم هو ايه اللي بيحكم هو المستقبل لهذه النوعية من الفنون والمستقبل اللي طالع للنوعية دي هو مستقبل جاي من بيئة رقمية جاي عايش في بيئة رقمية من اول لحظة ميلاده بيتعامل مع هذه الادوات بشكل مختلف بيستثمر فيها فلوس كتيرة جدا بيحتفظ بها مقتنيات رقمية زي المقتنيات العادية اللي احنا بنشوفها في صلاة المزادات العالمية لدرجة ان هذه اللوحات الرقمية بدأ يبقى عليها نوع من انواع المزاد في هذه الصلاة العالمية وبدفع فيها ملايين الدولارات المزاد يبقى رقمي بقى المزاد رقمي طبعا وفي الاخر احتفاظي بهذه النوعية من العمل الفني هي بحتفظ بها بطريقة رقمية صحيح وبيتبادل بها كل واحد والاخرين بنفس الطريقة بطريقة رقمية علم جديد حقيقة لازم نستوعبه لازم نقف قدامه كتير سؤالنا الاخير ايه هو دور البشر بعد كده في عصر او دور الفنانين البشر تحديدا في عهد الذكاء الصناعي الممثل، كاتب السيناريو، الكمبوزر او الملحن، الرسام ما هو دور هؤلاء الفنانين البشر في عهد الذكاء الصناعي؟ ده سيء مهم جدا بحقيقة هي فكرة ان انا لازم اخط اللير او طبقة من الابداع فوق قدرة الالات ان احنا دائما بنشغل في المساحة اللي الالة متعرفش شغل فيها فانا النهاردة كمؤلف او كملحن او كفنان لو الالة لازم استخدمها كمساحة جديدة عشان تفتح لي مدارك تفتح لي افكار جديدة انما انا لازم احط فيها بصمتي الشخصية فكرة الشخصية تجارب الحياة الخاصة بيا معاناتي وافكاري وتصوري ورؤيت احنا قلت الحان مهرجانات اتعاملت لما حطينا انا لا استسيخ اغاني المهرجانات ولا اعتبر ان دي صبا يعني بجبيني بالعكس انا ما اعتبر نفسي راقي احترمنا الشديد لكل اغاني المهرجانات لان هي هي يعني باقاع ثابت يعني ما فيهاش الرايح والجي والموسيقى والبتاع فهل ده منطبق ايضا يعني هل يقدروا يعملوا سمفونية زي السمفونية السبعة لبتوفن مثلا هل يقدروا يعملوا حاجة زي قريقة الفنجان لعبد الحليم الحكاية السمفونيات دي هم كلموا خارزمات الزخاء للصناعة قالوا لو احنا عاوزين نطلع السمفونيات التامن لبتوفن لا 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 كتير بقى كده يا جماعة يعني بناءا علم تصوراته القديمة لا فقدروا يطلعوا الحاجة دي فعلا العلم من وجهة نظر بتوفن من وجهة نظر ان لو بتوفن كان عاملا النهاردة حضرك تقدر تخش تقوله انا عاوز اكتب قصة بنفس اسلوب نجيب محفوظ قصة قصيرة نجيب محفوظ او يوسف ادريس هيتطلع لك حاجة انما هذا العالم ليه ادواته وادواته تتطور تطور كبير جدا ومن لا يتقدم يتقادم فاحنا محتاجين اعادة تعريف لحاجات كتير اعادة تعريف ما هو الابداع ما هو حقوق الملكية الفكرة لان فيه محكمة استرالية ادت حق الملكية الفكرة لقالة من الآلات الزكاة الاصطناعي فاحنا قدام عالم سريع جدا بيعد تشكيله الزكاة الاصطناعي بيؤسس العالم جديد كلنا ما نعرفوش صحيح مهندس محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات نورتنا وشرفتنا وعرفتنا تفاصيل قد تكون مخلقة في المستقبل القريب لكن قدينا بنحاول دايما النواكب ونبقى عارفين اللي بيحصل شكرا جزيلا كل شكرا لحضرنا كل شكرا تقدير لك كل شكرا